مرحبا حبايبي أصحاب برج الجوزة شلونكم إن شاء الله تكونون بخير اليوم راح نقرأ توقعات برج الجوزة توقع ممكن تمتد للأسبوع الثالث أيضا وممكن تمتد للشهر كله لأنه نقرأ طاقة فلا تحددون الطاقة بوقت ممكن الأحداث تمتدوا ياكم قبل ما نبدأ القراءة اشتركوا بالقناة إذا شمتم ما مشتركين وسووا لايك إذا عجبتكم القراءة وتركوا لي آراءكم بخانة التعليقات وكتبوا لي شون القراءات الجاية اللي حابين نسويها أو الفيديوهات سواء كان اختر كرت أو اختر حرف كتبوا لي بالتعليقات أنا راح أقرأ وأشوف أكثر الأشياء اللي أنتو طلبتوها من أكثر من الشخص وراح أسوي لكم الفيديو اليوم راح نقرأ توقعات برج الجوزة راح نقرأ الطاقة العامة لبرج الجوزة نقرأ الصعيد العاطفي الصعيد العملي الصعيد الصحي والصعيد العائلي يعني ممكن نقول حالة حالة نقول يعني الشهر بصورة عامة لأنه القراءة نحن سبعدنا بداية الشهر فممكن تكون يعني نظرة نلقيها على أخبار الشهر كله بداية برج الجوزة طلعت لي ورقة غريبة جدا شوي يعني لفتت انتباهي بالفترة الحالية أشوف البعض من برج الجوزة عندهم نوع من عدم الثقة بالنفس أكو شيء أو رحيل مفاجئ فقدان مريت به أو حتى انتقال ممكن نقول من مكان المكان أو من علاقة العلاقة أو ممكن يكون أكو شخص طلع من حياتك فجأة طبعا هاي قبل ما أحشى الطاقة العامة بس بصورة عامة أكو شيء لفت انتباهي فحبيت أنه أقوله قبل ما أبلش بقراءة الطاقة العامة اللي موجودة هي ورقة البعض منكم يا برج الجوزة أشوف رحيل هذا الشخص المفاجئ أو تصرفاته نوعا ما وياكم سببت لكم عدم ثقة بالنفس أكو اتزاز بالثقعتكم البعض منكم ممكن يكون حاليا مقانع عن وضعه مقانع عن شكله بصورة عامة حتى شون نقول يعني يأثر عليكم نفسيا البعض منكم ممكن محا بحالة يعني شون شكله أو مظهرة بصورة عامة كله هو ممقتنع به بيحاول أنه يغير من نفسه التغيير طبعا إيجابي ولكن سبب التغيير هو شخص هذا الشخص أشوف ممكن أكو كلمة حجاهة وهي الكلمة هي اللي خليتكم أنه تفقدون ثقتكم بنفسكم وتنقلبون رأسا على عاقب مع أنه برج الجوزاء مو من سهولة أنه شخص يأثر علي بكلام بالعادة هو اللي يحب يحجي دائما وثرثار بس أكو شخص أما قال أو تصرف تصرف اتجاه برج الجوزاء خلى برج الجوزاء بالفترة الحالية تقريبا ثقته بنفسه ما أقول شبه معدومة وإنما مهزوذة فهو دا يحاول أنه يجمل نفسه في سبيل أنه ثقته ترجع له مو حتى هو يتغير أو يسوي تغيير إيجابي بحياته للأحسن لا وإنما ممكن حتى يخلي هذا الشخص اللي يحجي هاي الحكاية أو تصرف هذا التصرف ينتبه إليه هذا الشيء غلط أنا ركزت على هذا الشيء بالبداية قبل ما أقرأ لأنه فراحة الورقة هواي شدتني يعني برج الجوزاء أنت مو أنت مو يعني شخص قل لك كلمة أثر عليك كذا أكو شخص قل لك مثلا أنت ما حلو أو أنه أكو أوه شن هذا العيب اللي بيك مو شرط هو يكون صادق ممكن هذا الشخص يكون هو متقصد قل لك هاي الكلمة حتى يقلل من ثقتك بنفسك أو يقلل من قيمتك أنت المفروض ما تنطي مجال لهذا الشخص وما تثبت لهذا الشيء فخلي ثقتك بنفسك عالية أنت أساسا يعني متجدد دائما وجميل فإذا أكو أحد قل لك هيك كلمة أو ممكن تكون الطاقة بعده يعني هسما ما تحققها ممكن شخص بالفترة الجاية رح يجي رح يحكو ياك هاي الكلمة فإذا بعده هذا الشخص مظاهر بحياتك أو ما تصرف هذا التصرف أنه مثلا هو تركك وراح الشخص وجوز أنت رحت ورا بعدين أنه هنا عندك طاقة مراقبة راقبت وشفت الشخص اللي هو راح وياه ممكن شفت أنه هو شخص يعني حلو أو مهتم بنفسه زيادة وعنده جاذبية فهذا شيء سبب لك قلت ثقة بنفسك أنت العيب مو بك أنت ما بك عيب ومو شرط ذا كان هذا الشخص يعني أجمل أنه هو أحسن منك أكو أشياء ما تنقاس بالشكل تنقاس بالروح فبعض منكم محتاج يسوي استشفاء محتاج أنه يرجع ثقة بنفسه مثل الأول وأكثر بعد هذا شيء كلش ضروري لأن راح يأثر عليك مستقبلا أساسا على الوضع العاطفي هذا الشيء مأثر عليك أنت ما قاعد تقدر أساسا تبدأ بداية جديدة راح أحكيكم إياها بالتفصيل من نصل للوضع العاطفي هسا خلونا نبلش بالطاقة العامة البرج الجوزاء طبعا هاي ورقتين طلعوا اللي بالبداية أول ورقتين إلك وان خلط الأوراق وحبيت أركز عليهم لأنه حسيت أنهم مهمين الطاقة العامة إلك يا برج الجوزاء بالفترة الحالية أنا أشوف أنه أنت عندك طاقة مراقبة عالية الشخص تحس أنه هذا الشخص عنده إسرار طرف ثالث بعض منكم هو فعلا هذا الشخص عنده طرف ثالث وأنت أساسا هذا الشي راح تكشفه عن قريب إذا ما كشفته إن هاي الطاقة الحالية فممكن أنت تكون كاشف هذا الشي أو أنت متأكد منه ولكن الحد الآن ما لازم شي بإيدك فأشوف عندك طاقة بحث لفترة الجاية طاقة مراقبة بحث للشريك لأنه عندك شك أنه بالفترة الحالية أكو طرف ثالث موجود بحياته أو يشكك بمحلة راح يكون وأنت راح تكتشف هذا الشي لأنه هنا سيفين أوف سورد مقلوبة فهذا الحرامي انكشف الورقة انقلبت بعد فالفترة الجاية أنت راح تكشف سر عن الشخص اللي أنت حاليا قاعد أدور وراك الشخص اللي وراك أشوف أنه أكو شخص منسحب عنك شوي عندها عواطف مكبوتة تجاهك ممكن هذا الشخص يكون مو الشخص اللي أنت حاليا قاعد دور ورا لا على الأغلب أشوف هذا شخص جديد أو ممكن شخصه من الماضي وطالع من حياتك سالة فترة ودا يراقبك من بعيد بس هو متردد أنه هو يتقدم خطوة تجاهك ويبدو إياك بداية جديدة أو حتى يطلب منك بداية جديدة أشوف أكو هنا عواطف مكبوتة بس هذا الشخص راح يفقد السيطرة على مشاعره وراح يحاول أنه هو يجي يحكي وياك فترة جاية بس للأسف أنه أشوف ظهور هذا الشخص راح يكون بوقت غلط لأن أنت راح تكون بي مجروح أو ده تعاني من انفصال مؤلم فممكن هذا الشخص يكون ظهر بحياتك بعد انفصال مؤلم أنت مريت بي أو ده تمر بي حاليا فلها سبب أنت يعني سبحان الله هي الأوراق قادت السلسل القصة انقرت بس من الطاقة العامة أنت ده تحاول تدافع عن نفسك بتحمي مشاعرك وما تنطف فرصة أنه أنت خايف أنت مثل ما قلت لك أنت قريدي طالع من انفصال مؤلم أكون فصال مؤلم وحاليا أنت بطاقة الشفاء ده تحاول أنه تستجمع نفسك وده تحس أنه أنت مو غير قادر على أنه حاليا تبدأ بداية جديدة أو تدخل بمعركة ثانية لأنه العلاقة اللي أنت تشنت سابقا بها كانت علاقة متعبة هواية تطريت تتحارب هواية تتواجه ناس وهواية حاولت أنه تحافظ عليها ولكن بالمقابل الشخص اللي أنت تشنت تحاول تحافظ على علاقتك ويا هو كان مقدس ثقة لأنه أشوف أكو طرف صادث هنا موجود بين ناسكم والانفصال اللي بينكم مؤلم فالهسبب أنت خايف أنه تفتح قلبك أنت خايف تنجرح مرة ثانية يا برج جوزاء عندك مخاوف من الرفض أو مخاوف أنه ترجع تنعاد بك الأشياء اللي صارت قبل فالهسبب أنت تحاول مشاعرك بالفترة الحالية تتركها وتستمر بالتباعدك أو مخاوفك وقلقك عندك مخاوف أنه أكو شخص راح يخونك وبكل لحظة أكو شخص راح يتركك حاول أنه تكمل فترة الشفاء اللي أنت بها لا تتردد حاليا أنه يعني تاخد خطوة جديدة أنا أشوف خطرة أخذ فترة استراحة مثل ما نقول حاول تطلع من الألم اللي أنت بيه تكمل استشفائك وبعدها أبدأ بداية جديدة ويا الشخص اللي جايك حسنا فصلنا الوضع لاتفي قبل منهتي العملي خلونا نتقل للصعيد العملي الصعيد العملي برج الجوزاء أشوف أنه برج الجوزاء البعض من عدكم ممكن قبل ما هاي الظروف تصير كنت منتظر عمل أكو شغل ممكن أحد شعن وعدك بيه وكنت تشتغل أكثر من شغلة في سبيل أنه توفر مصاريف البيت إذا شنت أنت مسؤول عن عائلة طبعا لينو قراءة عامة فممكن يكونون أكو رجال أيضا متابعين للقراءة فشان أكو عمل ببالك أو ممكن حتى عمليا شنت تتحاول تشتغل في سبيل أنه توفر احتياجات المنزل بالفترة الحالية أشوف بعض الظروف والحظر والمعرفش أشوف أنه حاليا ما عندك شغل ونقول شغلك في تراجع قاعد يتراجع 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 هذا الشي دا يأثر على نفسيتك ودا يأثر على بيتك على مصاريفك فده أشوف عندك تفكير كل الشبير بالعائلة والبعض من عدكم أشوف أيضا ممكن شان عنده بيع يعني يريد يشتري عقار أو حتى يبيع يعني كشراء منزل أو بيع منزل بس هذا العقار اللي موجود حاليا أنت هو يقعد تفكر هو يتراجع أن هذا الموضوع يخلص ويتم بس ما قاعد يتم قاعد تصير تأجيلات ورا تأجيلات فإذا كانت عندك نقلة إذا تحاول تنتقل يعني فالنقلة متوقفة حاليا وهذا الشي محبطك وإذا كانت ناوي أيضا تشتري هم هذا الشي متوقفة عندك طاقة إحباط بموضوع يخص منزل أو ممكن حتى إصلاحات عندك ضرورية بالمنزل بس أنت مقاعد تقدر أنه تصلحها بالفترة الحالية بسبب قلة المصارف اللي موجودة عند طاقة بيت هنا أنا طالعة فممكن أنت تكون حاليا يعني تفكيرك وتركيزك الأساسي على البيت موضوع بيت سواء كان إصلاحات أو شراء أو بيع أو حتى نقلة من مكان للمكان أكو نقلة ولكن قلت لك أكو شوية تأخيرات الأمور خلال ست أسابيع إن شاء الله للناس اللي منتظرين نقلة أو يعني كعقار مازل خلال ست أسابيع أشوف الأمور راح تبلش تتحرك وأريدي أكو موجودة نقلة فأكو نقلة إليك خلال ست أسابيع هسا خلونا نيجو على الصعيد الصحي على الصعيد الصحي أشوف برج الجوزاء البعض من عندكم قاعد يعاني من ألام بالأقدام ومأثرة عليها هواية وأيضا أشوف البعض الثاني بالنسبة للنساء أشوف أكو حمل أما أنت حاليا حامل أو راح يكون عندك حمل بس الحمل راح يكون متعب فاللي مطلوب منك بالنسبة للبرج الجوزاء النساء الحوامل المطلوب من عندك أن تحافظين أو ديرين بالت على نفسك خلال هاي الفترة بأي مواضيع يعني بمواضيع تخص الحمل والولادة فممكن أنه أما أنت كنت تحامل وهذا على الأغلب أنه أكو بعض النساء حوامل حاليا فهذا الشي دا ينطيك إشارة أنه خلي بالت من نفسك هاي الفترة وحملتك شوية راح يكون متعب بالنسبة إليك إذا كان حملت جديد فأكو حمل متعب راح يكون اللي يريدها من عندك يعني إن شاء الله خير لا تخافون بس أحاول أنه تهتمين بنفسك وتركزين على نفسك بصورة قوية خلال هاي الفترة لأنه هنا قاعد أشوف متاعب على صعيد الحمل هاي بالنسبة للنساء وللصحة أما بالنسبة خلي نشوف الوضع العائلي لبرج الجوزاء برج الجوزاء على صعيد العائلة أشوف أنت ممكن عندك خلاف ويا أحد من العائلة كأن يكون أخ أو أخوت على الأغلب يكون أخ صاير بينك وبينه كلام أو ممكن هذا الأخ أو مو شرط أخي يعني شخصه من العائلة ما أخذ منك حق أو إنه هو حات عليك شي ضلم المهم قاعد أشوف إنه إليك حق يم شخص من العائلة وأنت نوعا ما مأيس إنه هذا شخص راح يرجع لك حقك منتظر من عنده إنه هو يجي أي صالحك أو حتى يرجع لك الحق اللي ما أخذ من عندك ولكن هذا شخص أشوفه شوية كلام حاد فإحضر بعض النزاعات مع الأخوة خلال هاي الفترة يا برج الجوزاء وخاصة على الأشياء ممكن أن يتخص نقول أوضاع مادية ورث يعني أشياء تخص المادة بالذات فأشوف أكو أحباب عندك من ناحية هذا الشخص اللي موجود بالعائلة بس الأمور تبلش تتصلح بعد رسالة وتدخل من شخص أكو شخص راح يتدخل ممكن تجيك رسالة وراح تنحل يعني هي مشكلة ممكن راح تصير طفيفة بس تنحل بعدها لا تخافون خلونا هسا نجي بالتفصيل على الوضع العاطفي حتى أنا هوايا حنا ببداية الفيديو على الطاقة العامة هسا خلونا نركز على الصعيد العاطفي بشكل ثام برج الجوزاء مثل ما قلت لكم طلعت لي هنا طاقة المنفصلين المنفصلين قاعدة أشوف انه انت تريد تبدي بداية جديدة ولكن انت ما عندك القوة انه انت تبدي بداية جديدة ما عندك القدرة انت مواثق من نفسك زيادة نفس الوقت عندك مخاوف انه انت تغامر بالفترة الحالية يوجد تردد ممكن اكو اشخاص حاليا بحياتك موجودين يتقربون من عندك ولكن انت ما قاعد تعرف ش تريد اكو هوايا اشخاص خاصة بالتواصل يتواصلون وياك يتقربون من عندك ولكن انت طاقتك العامة انت ما قاعد تقبل ان هذول الاشخاص يدخلون حياتك لان عندك تردد عندك مخاوف عندك عدم ثقة بسبب ازمة مريت بها من الماضي ممكن هي نفسها تشمل الشخص اللي طالع من حياتك صار لفترة ممكن 6 شهور ممكن 6 اسابيع هذا الشخص من راح او من طلع من حياتك ما طلع من حياتك بسهولة لا هو عرف احد عليك وانت واردي عرفت انه هذا الشخص كان عنده طرف ثالث وهذا الشي اللي يسبب لك عدم الثقة بالنفس بالورقة اللي طلعت لك بالبداية انت غير راضي عن وضعك بالفترة الحالية نفس الوقت اشوف البعض من برد الجوزاء حاليا قاعد يحاولون انه يرحون منح الاستقرار منح الزواج انه هو ميريد بعد يبقى صندول ميريد يبقى يدخل بعلاقات فاشلة يطلع من عندها مجروح لا هو قاعد يفكر على مستوى يعني معين بالعلاقة هو دا يريد علاقة تتكلل توصل للزواج علاقة جدية علاقة غير متعبة عكس العلاقة اللي كان مار بيها بالسابق علاقة كانت كلها تعب كلها مسؤوليات وكان بيها طرف ثالث موجود وانت عندك علم بهذا الطرف الثالث وانت كان عندك فراح الفترة الجاية تعرف بس على الاغلب انت عارف وهنا انا عندي اوراقه انه هذا شخص كان عنده طرف ثالث هذا الشخص هو كان متعبك بالعلاقة مؤثر عليك هوايا ويجرح بالكلام هذا الشخص يجرح بكلامه يحب يسيطر يعني يركز على العيوب اكثر من المميزات يعني شخص سلبي انسان سيء رغم انه اشوف هذا الشيء ما متناسب ويا عمره ممكن تكون طاقته شوية كبير هنا طالعة يمي طالعة يمي طاقة الكوين طاقة تينوفونت فهو يعني من تشوفه هو شخصية وشخص تعبان على نفسه ممكن عنده مسؤوليات ولكن هو نوعا ما اشوف ان هو يجرح بالكلام هو بالكلام يحجي بصورة حادة وجريئة ويركز على العيوب ممكن هو اللي يحاول يقلل من ثقتك بنفسك او يقلل من قيمتك حتى يسيطر عليك عنده هيش طاقة اكو ناس اتقلل من قيمتك واتزغرك بعين نفسك في سبيل هي فيجر اشترك